مع انتصاف الخريف تستكمل لجنة الدفاع المدني في معان استعداداتها لاستقبال الموسم الشتوي مع كل ما يحمله من ظروف جوية اعتيادية وغير اعتيادية اجتماع للجنة بمشاركة أعضائها من مختلف القطاعات المعنية وقرت فيه خطة الشتاء اليوم اجتمعنا اللجنة المحلية للدفاع المدني لمحافظة معان مع المجلس التنفيذي ورؤساء البلديات لمناقشة خطة الطوارئ على مستوى المحافظة وخطة الطوارئ على مستوى الإدارات التنفيذية لمواجهة فصل الشتاء تتضمن الخطة الإجراءات المطلوب بالتعامل المنهى والأدوار اللي مطلوبة من كل جهة أثناء حدوث الموسم المطري وبالتالي كل جهة بدها تعرف شوء اللي مطلوب منها أيضا طلبنا أن تكون هذه الخطط واقعية ويمكن ترجمتها على أرض الواقع الجميع هنا أبدى الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جميع الحالات الجوية والعمل في أثنائها على تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه في أسرع وقت ممكن أكبر الأخطار المعتادة بحسب الخطة هي السيول وإغلاقات الطرق وخط الدفاع الأول في هذه المواجهة هي مديرية الأشغال قمنا بتنظيف عبرات الموجودة على الطرق التابعة لوزارة الأشغال تنظيف مداخلها ومخارجها نحن الآن نقف في أحد المناطق تقريبا تعد منطقة ساخنة كونه يتجمع فيها مياه وجاية من أودية من مناطق الشراع ومناطق قرى النعيمات استعداداتنا لهذا الشتاء تم استعجار 30 آلية ما بين آلية لودر وآلة تسوية وباكو جي سي بي عدد اثنين لخدمة مناطق محافظة إمعان موزعة على جميع الألوية والأقضية في محافظة إمعان الجميع يستكمل اللمسات الأخيرة والاستعدادات تمت غالبيتها في فترة سابقة استعدادات تتضمن جوانب عدة من الوقاية ووضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات وطرق الاتصال المستمر مع المواطنين لإحاطتهم بالأوضاع والإعلانات الرسمية بالشكل الأمثل لطالما شهدت خطط الطوارئ المتعلقة بفصل الشتاء هنا تعاونا من قبل غالبية المواطنين وليس أدل على ذلك سوى انخفاض أعداد الخسائر سواء في الأرواح أو في الممتلكات طيلة فصول الشتاء في السنوات الماضية محمد دوارج المملكة معاً